طلبتوا مني مخبوزات الافران ومنها كان البريك من الحاجات الجميلة جدا اللي لو عملتها لازم تعملي منها كمية كبيرة لانها تخلص على طول جميل جدا ومغزي وكمان مشبع تنفع في اللانش بوكس تنفع للفطار بيبقى طوح فراهيب جدا هنعملوا النهاردة كده بتفاصيل هتخلي نجح معاك قبل ما نقول عمل وصفة النهاردة ازاي لو انت اول مرة تشوفيني تخلي القناة وقايم المحتوى لو عجبك اعمل اشتراك فعل الجرس عالكل عشانوصال الكل جديد يلا بنا نبدأ ونشوف عمالنا وصفة النهاردة ازاي وصفة للأسف اول جزء اتحذف مش عارفة ازاي حقيقي هي كانت كباية من الميا حطيت عليها معلقة كبيرة خميرة معلقتين من السكر وحطيت زي ما تشوفتوا هنا هوت معلقة صغيرة من البابريكا وينصوا كباية زبدة على زيت ودول معلقتين من سواء القطشب او الصلصة اللي اتنين ينفعوا قلبهم كده بالشكل دوت يتمنى المكونات كلها تندمج في بعضها وبعد كده هنا نزلت بنص كيلو من الدقيق وعليها نص معلقة صغيرة من الملح هنقلب بقى كده المكونات مع بعض عايز اقولك لما ديجي تعملي مخبوزات اختري دقيق مخبوزات ما تجيبيش دقيق اه بتاع الحلويات او بتاع البسكوتات بيبقى تقيل وبيبقى المخبوزات بتاعتك مكتومة اه هنا وانا بعجل بقى حطيت ربع كباة من الميا على الكباة اللي احنا حطناها في الاول وعجنت العجينة بالشكل ده العجينة بتاعتنا بتكون طرية بيكونش عجينة اسية اعرف كده اي مخبوزات خيل العجينة بتاعتك تكون طرية ما تكونش اسية ولا نشفة بعد العجل ما بنسيبش العجينة اختامر انا بريحها بس كده اه خمس دقيق وبغطيها بالكيس خمس دقيق بس مش اكتر عشان قادر انا قطعها وعملها كرات تكون ايه مريحة اه قطعتها بالشكل دوت انا طلعتها اه بالحجم اللي انت شوفتو ده تلاتين كورة ممكن انت لو تعملي بقى زي بتاع الافرام تاع الافرام بيكون صغيرة عن كده اه فممكن يطلع لك خمسين اه كورة او خمسين واحدة من اه البريك ده الحجم اللي انا عملت طبعا مش كل كورة من دول آآ آآ جمعتها لأ كنت ممكن اخد كتعة عليها لما بلاقي حتة كبيرة بعملها لقيتها صغيرة باخد كتعة تانية عليها. يعني مش كل التربعات داية تنفع واحدة. فالمهم ان هما تلعوا معي تلاتين. انت ممكن تداري تعملهم خمسين لو عايزاهم حجم اصغر من كده. عملت الكورات كلها زي ما انت شفت كده ما بس بهاش تتخمر. كله ورا بعده كده هو بنشتغل. وجبت الصاني اللي انا آآ هشتغل فيها وده انتهى ده انا كده كويسة من الزيت عشان البوريك بتاعنا ما يلزقش فيها. ودي الجنة اللي انا هستخدمها. وطبعا آآ الكورات اللي احنا عملناها بنغطيها عشان ما تنشبش. ابتديت افردها زي ما انت شايفة كده هوت. وابتدي بقى كده ليه في كده رول كده هوت. رول بسيط وبنقفل كده بالشكل دوت. ما ترققيش العجينة بتاعتك عشان تبقى منفوشة كده وفيها الرقات اللي انت شفتيها. بالشكل ده كده هوت وهنا جبت الجبنة اي جبنة عندك بتستخدميها او بتحبيها تقدر يتحشي بيها البوريك بتاعك. بالشكل ده كده بكل سهولة. الرول اللي بنعمله ده هو اللي بيخلي فيه طبقات كده من جوة. بتبقى شكلها جميل جدا لما بنفتح البوريك بتاعنا. تعالي بقى كده هو انا عملت اول صانية. في خلال اول صانية ما تعملت وكنت شغالة في التانية كانت الاولى اختمرت زي ما انتم شايفين كده. بصي دي الالمونيوم دي كانت اول واحدة بص اختمرت ازاي في الوقت اللي انا عملت في التانية. بالنسبة بقى للتسوية بدخله الفرن بحط الشبك على اخر رف خالص اللي قريب من النار. آآ بشغل الفرن على درجة حرارة ميتين هتلاقيه اخد لون من تحت في حوالي كده اتنشر دقيقة بيستوي البوريك بتاعنا في نص الوقت آآ ليف الصانية عشان كله ياخد تسوية واحدة ولون واحد والوقت التاني يعني ست دقايق ولف الصانية ست دقايق يكون البوريك بتاعك اخد اللون الجامل ده. لو ما اخدش اللون دوت خلاه الفترة دي بتطلعي على الرف اللي هو بيكون التاني الوسط وبتشغل الشواية ياخد لون من فوق. بالشكل الجامل انت شايفة ده معاك احلى بوريك. تحفة رهيب جدا يا جماعة بصي. شايفة من جوة. تحفة رهيب. مع الجبنة كده مع كوباية الحليب حكاية. تقدر يبقى تحطيه في اللانشبوكس البلاد. بيبقى جميل جدا. مع احلى كوباية شاي بلبن. خطير. يلا الموجود معي لغاية دلوقتي يدوس لايك. وبكده تكون خلصت وصفتنا النهاردة. لو الوصفة عجبتك وحبت فيديو حبايبك واصحابك وقريبك. اعملي لايك وعملي شير للوصفة. ولو انتش مشتركة اول مرة تشوفيني اعمل اشتراك فعلي الجرس على الكل. سنوصلك كل جديد. اتمنى الوصفة تعجبكم وتنفزوها. وتقولي رأيكم في التعليقات. والقاكم في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.